موسيقى الأمور تتسهل كمان وكمان ونرجع نتمتع بكل مدن ومحافظات مملكتنا الحبيبة نعم أكيد كاثي والآن إلى موضوعنا التالي ورح نتحدث فيه عن مشكلة وإحنا يعني دائما ما تحدثنا عن التوحد التوحد عند الأطفال تحديدا ولكن اليوم رح نخص بالذكر عن اضطرابات الحسية عند أطفال التوحد والحديث أكثر معنا خصائية اضطرابات سوليكية ونفسية دكتورة هنادي قاعدان لنعرف أكثر عن هذا الموضوع وعن تعريف وكيفية مساعدة الأطفال وتقديم وتشخيص الحالة صباح الخير دكتورة يسعد صباحكم جميعا وصباح الخيرات أهلا وزهلا فيكي دكتورة نعرف أننا أطياف التوحد عندنا سبع أطياف عندنا هناك كل شخص عنده أو كل طفل عنده اضطراب التوحد يكون عنده خصوصية ولكن الاضطرابات الحسية من الأمور التي تواجهها الأطفال الموجودة عندهم اضطرابات التوحد خلينا نتحدث بداية ما هو الاضطراب الحسي؟ تماما بداية أنا أشكركم على الاستضافة الكريمة في برنامج قيم بقدم المعرفة لكل الأهالي في البيوت نحن نعرف أنه تواصلنا مع العالم الخارجي كل البشر من خلال المستقبلات الحسية الخارجية تمام نستقبل كافة المعلومات من الخارج إلى الداخل عبر الحواس اللي هو السمع والبصر واللمس بكافة أنواعه والتدوق والشمل نعم نعم هلأ عند أطفال التوحد هذه المستقبلات الحسية عم تاخد منحة بفعالية أو بإجراء أو عمل غير متمم على ما هو عند الشخص العادي المستقبلات الحسية في نهايات العسابية تحتوي على خلل هذا الخلل بيخلي الرسالة عند طفل التوحد فيها طبعا رد فعل غير مسبوق أو عفوا صح غير متوقع غير طبيعي وغير متوقع ويمكن بدنا نتحدث أكثر عن تقييم وتشخيص اضطرابات الأحاسيس عند أطفال التوحد نحن نعرف أنه كثير من الأهالي بيكون في صعوبة بالتعامل مع أطفالهم طبعا هنا يجب على الأخصائي التدخل لإرشاد الأهل لمساعدتهم حتى يمشوا بأسلوب معين مع هذا الطفل طبعا في الحقيقة نحن لو أخذنا عند أطفال التوحد يعني أنا أحب أن أدرب دائما مثال حتى نقدر نوصل لكل المشاهدين اللي يسمعونه ممكن الطفل التوحد يصبح في حده انفجار وليس يعمل أي رأيكشن نعم ممكن يكون صوت عصفور ويلفيته تمام هون في خلل الوضع الطبيعي أنه رد الفعل الطبيعي الاستجابة الطبيعية أنه يتأثر أو يعمل رد فعل عند صوت الانفجار الكبير وبنفس الوقت ينسجم مثلا مع الأصوات البسيطة تمام هلأ عند مؤثرات ضوئية ضوء خافة بسيط ممكن يحدث خلل عند طفل التوحد بينما عند الأطفال العاديين أنه ممكن يستقبل ويستوعب إيش الوضع اللي يصير تمام في المستقبلات الحسية هي ركن أساسي من أساسيات أو مسببات التوحد عند الأطفال أو ظهور عرضية التوحد عند الأطفال تمام حيث أن هذا طفل توحدي لماذا؟ بناء أنه في عندي محاق ظاهري لكن في الحقيقة ممكن يكون في خلال وظيفة في الدماء في الأذن مش بالضرورة يكون توحد تمام لهذا عملية التقييم والتشخيص لابد أنها تكون من قبل فريق متكامل تخصصات يعني فريق الأخصائي السماء أخصائي البصر أخصائي اللفظ طبعا هو التواصل اللفظي لابد أنه كل واحد يبدو تقرير ويفحص العضو بشكل صحة مناسب مع الطفل وبعدين نحن منصدر لأنه إذا كان في خلال مثلا في ضعف البصر على سبيل المثال إذا مش بالضرور يكون توحد صحة لكن البصر سليم مئة بالمئة لكن عملية الإدراك للصور والمشاهدات اللي عم شوف الطفل قد تحدث خلال أنه فيها إشي مش واضح إذا هون نحن من روح لاحيز أنه يكون توحد طب دكتورة كيف نعزز نحن الأمور الحسية عند الأطفال المصابين بالتوحد حقيقة لطالما أنه الإتراب الحسي هو ركن أساسي جزء أساسي من العملية أو ظهور عرضية التوحد عند الأطفال لابد أنه إحنا دايما نستخدم التكامل أو العلاج بالتكامل الحسي فالعلاج بالتكامل الحسي هو زي مضاد لمشكلة الإترابات يعني أنا بروح بدرس بعمل كيس استادي كاملة أو دراسة حالي كاملة للطفل وبشوف العرضية أو براقب الاستجابات أو ردود الاستجابة بشوف شو الأصوات اللي عم بتأثر في الطفل أكتر شيء بشوف شو الإضاءات اللي ممكن هي تسير الطفل أو إنه ممكن إنها تستفز الطفل تمام أشوف الروائح اللي ممكن بتقبلها الطفل التوحدي طبعا والروائح اللي برفضة كل شيء هاي أنا في صدد دراسة لحالة الطفل بتخليني أستخدمه العلاج تكامل الحسي أو العلاج لهو سينسيجريشن كامل للحواس إنه بعزز الحواس عند الأطفال بطريقة طبعا المختص بطريقة السلوكية اللعب مع الأقران كيف كان بتعزز المواضيع عند الطفل بشكل عام مش فقط أيضا التراب الحسي السماعي كيفية التعامل مع الآخرين وأيضا دمجه بالمجتمع هلا اللعب مع الأقران شيء كتير مهم والدمج أهم وأهم لأنه نحن دايما من خلال جلساتنا ممكن نوصل 70% من تحقيق المراد نحن بدنيا 30% لو حطيته في بيئة دامجة مع الأقران سواء لعب سواء طبعا مشاركات أو في وضع اجتماعي أنا بحقق مئة بالمئة تطور من حالة الطفل تمام فطبعا متكاملة هي العملية بالنهاية طبعا نحن حاليا الكل بدعوا لعملية الدمج الأطفال إخراجهم من المراكز الدمجهم في المدارس حاليا وفي الجامعات وأنه يكونوا في ضمن لأنه في المرحلة في مرحلة الطفولة تحديدا نحن قلنا في جزء كبير بتعلم الطفل بالمنهج الخفي من المحيط سواء النطق سواء الحواس سواء ردود الفعل هذا بشكل عام حسب طلبك إنه بشكل عام لكن فيما يتعلق في الاتراب الحسي أو اتراب الحواس هنا صار نحن بدنا إعداد برنامج وبدنا نتمم جلسات بتشطل على التكامل الحسي عند الأطفال التوحديين وحتى نحن نصحح الإدراك أو مسار الإدراك للطفل في كافة الحواس أما نقول مثلا ناخده الدمج وصير يتحسن يتعلم أنه كيف يستوعب الإداءة من العلاج لأنه الخلل حاصل في الداخل في بلين الطفل نعم المستقبلات الحسية في نهايات العصبية بتحمل الخلل هذا الخلل عادة هو اللي بيخلي الصورة غير واضحة ممكن يعمل رد فعل تمرأ من هون فراش صغيرة يعمل رد فعل ويسراه وطبعا ضجة كبيرة بينما ممكن يشوف نار أو حالك من بركة وما يعمل أي رد فعل نهائيا فهون زي ما نحن شايفين أنه لابد يكون فيه معالجة داخلية بالتكامل الحسي من قبل الأخصائيين سواء أخصائي الوظيفة سواء أخصائي الوظيفة سواء الأخصائي السايكولوجي وهو ممكن نحن نستعين في طبيب السماء وطبيب البصر حتى نحن نتأكد من صحة الأعضاء وظائفهم نعم دكتورة لا شك بأن عملية تقييم الحالة هي المرحلة الأساسية وأيضا من ثم العمل على سير معين من قبل الإختصاصي حتى زي ما حكيت يكون فيه استجابة طبيعية للمؤثرات الموجودة حول الطفل ولكن بالحديث عن العملية التدريسية عند دمج هذا الطفل بعد تقييمه وبعد محاولة السيطرة على كل ردود الأفعال بطريقة التدريس يعني إيصال المعلومة لهذا الطفل أكيد هناك طريقة معينة مختلفة نوعا ما رح تكون إلا صحيح طبعا هلأ هو في الحقيقة الألية التي يتم فيها خاصة نحن نستخدم التعليم الإكلينيكي التعليم الإكلينيكي هو خاص بالأطفال يعني أنا مثلا بدي أدمج حال الطفل توحدي عنده اضطرابات حسي وهذا شيء مفروغ منه متفق عليه في مدرسة هلأ لازم أكون على بيّنة واضحة أول شيء باستخدام لطرق التعليم الإكلينيكي اللي هو دراسة حالة الطفل حواسه إيش الأصوات اللي بتزجوا إيش الضوضاء إيش الصور والمثيرات اللي بتزجوا على الحيطة مثلا أستخدم طبعا أهيئ البيئة المناسبة هذا رقم واحد رقم اثنين أنه أخذ في عيني الاعتبار أنه الطفل أستخدم حواسه في عملية التدريس يعني أنا أذكر من خلال التجارب المسبقة طبعا كان في عنا حال الطفل لا يمكن أنه يتعلم في إضاءة علنية هيك كنا نعتم الغرفة كاملة نضوي ضو الشمع لأنه الفوكس كان أساسا على إضاءة الشمع بس كانت المستقبلات الحسية تعطي على ضو الشمع فكنا نضع الشمع على حدنا ونبدأ أي معلومة كان بدنا إياها وتدخل على المستقبلات تتخزن بطريقة كثير سليمة هناك مفتاح معين طبعا هؤلاء الأخصائي طبعا فلابد طبعا نحن لما نقول دمج وفي مدارس لابد أنه يكون في تدريب للأخصائيين أو المعلمين العاديين كيف تكون الشراكات بيناتنا أو الشراكات بين الفريق الكل حتى نحن نرقب الطفل طبعا كل طفل له مفتاحه كل طفل من حيث الحاسة السمعية الحاسة البصرية الحواس طبعا اللمسية كذلك حتى اللمس أحيانا فيه إشياء ممكن يكون ناعمة جدا ويرفضوها وممكن يكون خشنوا يستقبلوا فهون كل طفل له حالة متفردة طفل توحودي متفردة على الآخر دكتورة هندي تحدثت عن دور الأخصائي هل دور لها القديش مهم وإلى أثر كبير على تطور الطفل أنا بصراحة بشوف أنه دائما دور الأهل في الملاحظة المرصودة هذا رقم واحد هلأ أحيانا أنا من تجاربي كمان أنه أفيد الآخرين أحيانا تيجي أم أنه أنا شفت ابني ما عم بستجيب تمام وأنه رحت وأنه أكيد ابني توحد يعني هي بتيجي من شخصة ابنها منها لحالها لأنه قرأت نشرة سمعت على التيفي حدا بقول أنه أطفال توحد ما بستجيب الأصوات المرتفعة تمام هلأ هون خلل أنه أول شيء لعملية التقييم شيء كثير مهمي وتبدأ من الأسرة والأسرة جزء كبير من أو الأهل جزء كبير من الفريق المتخصص أو الفريق أو الشخص اللي بدي يعطينا المعلومات كيفية النقطة الثانية ما نحكم ما نصدر أحكام على أطفالنا حتى لو كانت نحن الأسر طبعا وإحنا من خوفنا الشديدة عليهم ما بصير نصدر ونطلق قرارات على الطفل أو أحكام أو نقول مثلا عنده اتراب حسي لأنه والله ما عم بسمع شفته أنا قرأت عن نشرة سمعت على التيفي هذه نقطة كثير مهمة أنا بتمنى أنه كل الأهل يعني يمشوا خطوة مع خطوة حتى يوصلوا للمساعدة الحقيقية لأولادهم ما منحط عليهم أنه والله عنده توحد لأنه أنا شوفت عرضيات وكاتبة وخلص أنا ما بدي ألجأ لأي مكان هاي نقطة نقطة النقطة الثانية بيساعدون الأهل في الملاحظات البعطونا إياها على سبيل المثال أنا لما شغلت الخلاط بني عمل رد فعل غريب جدا وصار يسارخ ويسكر أذني أنا كأخصائي بأخذ هذه الملاحظة تمام عشان أرصد خلال الدراسة الحالة إيش الأصوات اللي ممكن تأثر عليك طبعا وأستبعدها تمام قالت لي أنه مثلا لما جبنا بقت الورد استنفر وطلع من البيت مثلا وما تحمل وواء الأخير هي إذا في رواقح كمين أنا بخزن نصائح ثانية أو شيء نحن ممكن نصدروا أنه بعد ما يصير الشراكة بينها وبين الأخسائي وبينهم وبين الفريق كاملة هلأ في بعض الشغلات مثلا أنه نحن نطلبها من الأسرة نتمنى أنهم يعملوها يعني على سبيل المثال نحن نستخدم الهاتفون بعد ما نعمل دراسة الحالة بنوصل لمقطوعات ميزيك سيريبي بنخزنها للطفل بالهاتفون ونطلب من الأهل لما تروحهمون لما تروحوا الزيارات بل أن نعمل طفل التوحد الرياكشن أو ردود الفعل قدام العالم ككل حتى نحفظ لإله خصوصيته تمام فنحن نطلب منهم يتقيدوا في السماعات يتقيدوا في بعض عطورات نحن طبعا هذا الشيء من العلم الحديث والإشياء المستجدة من خلال الخبرات المتراكمة بتعاملنا مع أطفال التوحد طورات مثل اللافندر مثل الأعشاب الطبيعية بعض أطفال التوحد باستصيغوها فنحن نعملهم تركيبة خاصة لإلهم كمانا هاي ريح طبعا يستمروا عليها الأسر فالمقصد أن التعاون ضمن الشراكات لأن نحن بتكون بيننا سواء الأسرة والاختصاص والفريق هذا شيء مطلب كثير مهم والملاحظات اللي بقدمونا إياه اللي بتخلو من المشاعر والعاطفة شيء كثير مهم حتى يوصل إحنا نوصل في دراسة الحالة للطفل للإشياء اللي فعلا بتساعده والإشياء اللي فعلا بتريحه نعم يعني دكتورة إذا بتسمحيلي نرجع بس بالمراحل شوي لوراء إحنا نتحدث بعد تشخيص الطفل بالتوحد وأيضا استقباله وتأثره بكل الإضطرابات الحسية اللي ممكن يشهدها ولكن إذا ممكن نضوي على بس نقطة مهمة جدا تشخيص طفل التوحد ولكن يعني بشكل أو بآخر كيف أنا بدي أعرف طفلي والعمر المناسب لتشخيص أنا الطفل عم بشوف أنه في عنده قابلية أنه يكون عنده توحد يمكن كثير من الأهل بيكون هذه مرحلة صعبة عليهم أو حتى إدراكهم لهذا الموضوع نعم صحيح هلأ المرحلة اللي نحن نبدأ ناخد التشخيص والإشارات تبدأ بعمر ثلاث سنوات الاستجابات بيأخذ الطفل حالي من الإنعزال مثلا في العمر ثلاث سنوات في عنا نحن سلوكيات لازم كل الأطفال يعملوها هلأ لما يبدأ الطفل ينعزل وغير تفاعلي وبيرفض الآي كونتاكت التواصل البصري مع الآخر هون أنا عندي ملاحظة ما فينا أقول هذي صار توحد طبعا صار عندي ملاحظة صار عندي بوصلي أنا بدأ توجهني أنه أنا لوين أتوجه تمام وهذه كمينة ممكن نشبكها نحن للأسر أنه لما تلاحظي في عمر ثلاث سنوات يبلش الطفل أنه ما عنده استجابات بعمل أصوات حد دينته بس ما عم يستجيب معي إذن هاي ملاحظة تانية أعرفت هلأ الخطوة التانية مش أروح أركض عندي الأخصاء الوظيفة أو التربية الخاصة أو الخطوة التانية أروح أفحص العدو المسؤول عن الحاسة أشوف أروح طبيب السمع وأتأكد أن وظيفي أنه هالعدو هات قائم بالمهم تمام ما عنده مشكل في القوضة طبعا أو الصيوان أو الأشياء التي تسبب مشكلات سمعية هلأ لما يجي تقريب طبيب السمع في مرحلة التشخيص وتأكدنا أنه جميع الأعضاء بوظائفها سليمة مئة بالمئة لكن عملية الإدراك والاستجابة فيها خلل هون هلأ نحن بلشنا بوصلتنا أن نروح لدراسة الحالة كأخصائيين ضمن الإترابات السلوكية والنفسية ونتأكد أنه عنده توحد بشكل كامل أو لا يمكن هذه مرحلة مفصلية صحيح صحيح بس ما بسي نستعجل فيها نهائيا ونطلق أحكامهم لأنه ممكن فيه عندنا شيء اللي هو التشخيص الفارقي وهذا أخطر وأخطر يعني ممكن يكون مش توحد يعني ويضل للعمر كله محكم على الصبي ويصير رجال وهو يقول هذا توحدي هو ممكن يكون عنده مشكل ضعف البصر أصلا أو تحجر في عضلة العين ما بتخليه يعمل يمين يسار ودائما التواصل عنده بشكل مستقيم وهذا النقطة كتير مهمة تماما في تشخيص يعني بوضي بحياة الفارق والعمر في في إشياء غير طبعا مستقبلية وإحنا ببنا نحكي أنه في سبع أطياف كما ننتبهين في ناس بجوزة عنده كتير قليل أو بسيط وفي مرات بيكون بشكل كبير أو بشكل شديد نشكرك دكتورة هلادي قاعدان عتواجزك معنا كاثي بعد هذه الفقرات نحن في نهاية الساعة الثانية من حلقة بداية الأسبوع من يوم جديد ولكن كان هناك فقرات منوعة تحدثنا فيها عن مواضيع مختلفة نتمنى دائما يكون في استفادة وهذه المعلومات تفيدكم وتوعيكم ويكون هناك دائما نحكي أثر إيجابي لجميع الناس أكيد ومستمرين معكم في يوم جديد بساعته الأخيرة ومطبخ يوم جديد مع الشفعولة نيروخ خليكم معنا ما تروح مكان